رحب رئيس ديوان المحاسبة بالإيناب عدل الصرعاوي بدعوة مجلس الوزراء لحضور اجتماع المجلس لمناقشة تقرير السنوي للسنة المالية 2017-2018 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات وقال الصرعاوي إن دعوة مجلس الوزراء للاجتماع خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل تقارير الدوان وبحث السبل الكفيلة لرفع كفاءة أداء مختلف الجهات الحكومية وأضف أن الاجتماع سيستعرض ما تضمنه وتقرير السنوي من مؤشرات مالية ومستجدات القضايا والظواهر والموضوعات ذات الأهمية العالية والتي تتطلب الالتفات إليها لما تمثله من تحديات للميزانية العامة للدولة وتعزيز الاستدامة المالية بها